السلام عليكم الكل بعرف أن وزارة الزراعة من الوزارات الهامة جداً لأن هذه الوزارة هي المسؤولة عن سلة الغذاء في الأردن وسلة الغذاء وكثير أشياء كمان لكن خلينا اليوم نحكي بس عن سلة الغذاء اللي بتتعرض لخطر كبير بسبب سياسات الوزارة والضبابية وعدم الوضوح بالتعامل مع الملفات الحساسة ورغم أنه إحنا بفواصل فردنا أكثر من حلقة نحكي فيها عن حمى القلاعية لمحاولة معالجة الأمور ووضع المواطن والمسؤول بحقيقة ما يجري إلا أنه لا زال هذا الملف لم يعالج ولم تحل المشاكل رغم أن الوزارة عملت بشكل كبير تعتيم غريب وغير مبرر في هذا الملف كنا بالأمس القريب جداً مكتفيين ذاتياً من حليب الأبقار الطازجة وبالتالي مصانع الألبان بتصنع الأجبان والألبان واللبنة من حليب طازج وفيه وفر بالحليب اليوم بتطلع نعرف شو اللي بصير قاعد بفضل التعتيم المتعمد من قبل وزارة الزراعة والمدهش أنه معالي وزير الزراعة بقول في رومانيا أنه بده يعرض على رومانيا تجربة الأردن في الأمن الغذائي والله أنا بقول معاليك وكمان تعرض عليهم تجربتنا في الأردن كيف أدخلنا الحمى القلاعية للبلد اللي قربت تنهي الأمن الغذائي في قصة الحليب الطازج ومنتجاته الأغرب أنه نقيب المهندسين الزراعيين بصدر بيان باسم النقابة بشكر فيه وزير الزراعة وبشكر المسؤولين والقائمين في وزارة الزراعة على الحرافية في التعامل مع ملف الحمى القلاعية في الأردن وطبعا سعدت النقيب موظف في وزارة الزراعة ومستلم مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية يعني الأخ بصدر بيان بشكر حاله في إدارة الملأ بالله عليك وهذا مش تضليل لأن الناس ما بتعرف أنه نقيب المهندسين الزراعيين مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية يعني آمة الناس مش بضرورة تعرفين مش عارف يعني هذا اللي قصده رئيس الوزراء بس حكى عن منظومة القطاع العام مبارح كشف رئيس اللجنة لجنة الأوبئة في نقابة الأطباء البيطريين الدكتور عبدالله شحادة على موقع 24 جو عن تسجيل إصابات جديدة بالحمى القلعية في بعض المزارع الضليل والحلبات اللي جرى تحصينها مؤخرا ولم تسجل إصابات أثناء الموج الأولى وضافة شحادة لـ 24 جو أن مزرعة واحدة سجلت 37 حالة نفوق إضافة إلى تسجيل حالات في مزارع أخرى مؤكدا أن هناك إصابات في المزارع التي أصيبت سابقا أيضا وقال شحادة أن خسائر الحليب متواصلة حيث أصبحت بعض المصانع تستخدم حليب البودرة لصناعة الألبان والأجبان رغم أن ذلك مخالف للمواصفات سيما وأنها لم تذكر على العبوات أنه مصنع من حليب البودرة أيضا وتساءل شحادة عن سبب سرعة الوزارة بإغلاق الملف والإعلان عن الانتهاء من الإصابات والنفوق ولماذا تريد الوزارة وقف استقبال تسجيل حالات الإصابة والنفوق ولماذا يصر الوزير بتصريحاته على أن الوباء دخل من العراق رغم أن تسجيل الإصابات في العراق بدأ بعد الأردن وتساءل شحاده فيما إذا كانت الأبقار التي يجري ذبحها تخضع لفحص دم للتأكد من خلوها من المتبقيات وآخر شيء بقول أن الأردن كان يباهي العالم بالثروة الحيوانية الموجودة لديه وكان يعتبر متميزا بهذا المجال وكل تلك الجهود ذهبت أدراج الرياح بسبب الأخطاء المتراكمة وعدم وجود محاسبة طيب في سؤال بدي أسأل لوزارة الزراعة نقيب البيطريين بقول أنه في إصابات في مزارة جديدة طيب مش المفروض أنه في تحصين زي معلنات الوزارة يعني مش المفروض أنه الأبقار تم تطعيمها ليش هاي الإصابات الجديدة يعني المطعوم ما غيره فعال ولا لا إذا كان فعال كما يجب ليش هاي الإصابات الجديدة طيب في تسعة ثلاث منظمة الصحة الحيوان نسفت كل ما حكته وزارة الزراعة أنه الحمى القلاعية إجتها من العراق وقالت في بيان أنه سبب العدوى غير معروف يعني التخبط بإدارة الملف والضبابية بدلك أنه في إشي غير مفهوم ومخبة ومبهم طيب شو بالنسبة لإدخال المواشي غير إدخال المواشي بطريقة غير مسؤولة من الدول المصابة شوفوا بالمحصلة أكلنا ضربة محترمة بالأمن الغذائي علبة اللبن وشوية اللبنة والأجبان اللي الأسرة الأردنية بتعتبرها من الرئيسيات على المائدة صار فيها مشكلة كمان جماعة الثروة الحيوانية اللي عايشين على تصدير الأغنام لدول الخليج وقفت ما في تصدير مشان الحمى القلاعية واليوم صرحا نستجدي سعودية تفتح باب التصدير ونتقبل بإدخال الأغنام من الأردن الحلو بالموضوع تصريحات وزير الزراعة دايما لأول مرة لأول مرة قمنا بتطعيم الأغنام من ضد الحمى القلاعية لأول مرة مقوم بتعداد الأغنام يا رجل الأول مرة تبعتك جابتنا بالحيط صحيح بدي أسأل بقصة حيازات الأغنام صار شي مؤخرا بموضوع الحيازات الوهمية في التعداد الأخير ما عليك اللي أنت كنت موجود مسؤول في الوزارة إذا صار من حقنا نعرف يعني قبل ما أنهي معالي وزير الزراعة صرح على قناة المملكة أن أسعار اللحوم في رومانيا أغلى من أسعار اللحوم الرومانية بالأردن مش عارف كيف زلطتناها يعني جماعة رومانيا بيبيعون الخرفان بخسارة ولا كيف السلام عليكم اشتركوا في القناة